وبعد مرور أكثر من أسبوع ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من أربعين ألف قتيل وقال الرئيس التركي رجب طيب بردوغان أمس إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى خمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر قتيلا في تركيا فقط وكانت أحدث حصيلة في سوريا قد بلغت خمسة ألاف وتسعمائة قتيل وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى إمكان ارتفاع الحصيلة إلى خمسين ألف قتيل مع تضاءل الآمال بالعثور على ناجين